لا وجود الاستراحة محارب في قاموس الجيش الوطني فبعد تحريره لمديرة حيران ومثلث عهن بمحافظة حجة يواصل الجيش التقدم في مديرة حيران ذاتها لتمشيط مناطق تواجد الميليشيا وجيوبها قوات الجيش الوطني أعلنت عن أسر 19 عنصراً من الميليشيا بعضهم أصيبوا خلال المعارك التي شهدتها المديرية مؤخراً المديرية شهدت معارك عنيفة بين أفراد الجيش الوطني وعناصر الميليشيا على الخط الدولي الرابط بين الحديدة وحرض الحدودية والمحاذية للسعودية استمرت قرابة شهر وانتهت بسيطرة الجيش الوطني عليها بالتوازي مع تحركات الجيش الوطني في محافظة حجة هناك تحركات أخرى شمال شرقي محافظة الجوف سيطر خلالها الجيش على سلسلة جبال قشعان المطلة على وادي سلبة وادي قعيف بمديرة خبو الشعف عقب معارك عنيفة دارت في المنطقة بقطاع جوي من التحالف العربي الذي استهتفى بعدة غارات مواقع الميليشيا لا تنحصر تحركات الجيش الوطني الأخيرة على حجة والجوف بل تمتد لتشمل محافظة صعدة التي حقق فيها الجيش تقدما في مركز مديرية باقم ومن بين تحركات الجيش الوطني في محافظة حجة والجوف وصعدة تتقلص مساحة تحركات الميليشيا ويضيق الخناق عليها يوما بعد آخر